وبعد الشيخ العمين يأتي دور الشيخنا محمد المختار محمد المختار بن محمد المختار بن أحمد مزيد الرشيدي الجكميشنقيد كما تقدم كما تقدم ذكر هذا الاسم له هذا الرجل كان من علمه أنه قال لي ذكر لي أنه أتى من بلاد شنقيد وهو الصغير حتى ذكر العمر الذي أتى فيه وهو عمره 19 أحفظ هذا وكان بدأ في الطلب العلم وكذا إلا أن العمين أتى مبكرا أو أتى متأخرا أي بعدما جمع العلومة جمعا هناك ثم أتى والمختار لم يكن كذلك لكن كان يطلب لنا رأيتم فوصل إلى هذه البلاد وواصل في طلب العلم رأيتم على بعض علماء مكة لعل منهم المشاط 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 في بكر من أهل العلم والشيخ كان ذا دراية بالحديث اعتنى بالحديث كثيرا رأيتم؟ لا شكرا رواية فؤلاء رآية الله الله ر Mayor كتاباً في مصطلح الحديث اسمه الطلعة الأنوار هذا لصاحب رق السعود عبد الله ابن حاج إبراهيم العلوي الشنقيت شرها لهذا الكتاب في عين مصطلح الحديث فتعلمت المصطلح عليه ولم أتعلم هذا الفن على غيره من الشيوخ أو من الشيخية للملازمة من بقية الشيخية للملازمة لكن هذا الفن قرته على الشيخ الأنوار المصطلح الحديث ثم كان يشرح بعض الكتب السنة في المسجد النبوي وحضرت هذه الدروس أو هذا الشرح له لهذه الكتب في المسجد النبوي وأذكر أنه عند شرحه بالجامع الصحيح بالتلمذي وهذا الكتاب استمعت إليه استمعته جميعا عليه شرح هذا الكتاب لا كذا لا بعد أيها 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 هذا الأول شرح الجزء الأول مثلا من باب الشيء يذكر هذا الكتاب استمعت عليه شرح شرح الجزء الأول قامت بنشره المكتبة السلافية بالمدينة المنورة شرح شرح خط الشيخ شرح خطه ما شاء الله شرح شرح وقف لله تعالى على طلبة العلم بالمسجد النبوي أيها تحت نظر الفقير الفقير محمد الفقير إليه تعالى أيها محمد المختار بن أحمد المدرس بالمسجد النبوي نعم شرح ما شاء الله أعطاني هذا الكتاب ما شاء الله نخطه الوقف نعم نخطه ما شاء الله شوف كم سنة هذا شوف كم أبرع كم سنة الرشد السنة ثوف 1396 هنا ولا هناك أي نعم 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 أرخ أنا أرخ شو كم طال تحت انتفاع الفقير الإليه تعالى تنميذ الناظر ابن عفقوني نفعه الله به وبسائه كتب السنة المطهرة عام 1396 1396 تسعين فهذا الكتاب اجتمعت الشرح علي و لا أدري ما فاتني إلا ما قلت جدا لعذر ما حضرت ولكن كنت اجتمعت إلى شرح جميعا لهذا الكتاب ما شاء الله ما شاء الله وكان في شرحه يتعرض للرجال كسدام يذكر الرجال في علم الحديث ما شاء الله رائز وأنا أحفظ حتى الآن أنه لما جاء لقب الأعمش فقال لنا الأعمش هو سليمان بن مهران في علم الحديث في علم الرجال نعم رائز وكان في شرحه ينهو منحات المحدثين منحات المحدثين وهو لذلك تأتي يأتي بعض الأحاديث فيها الأسماء والصفات وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في شرحه شرحاً ويسلم به دون أن يتعرض لشيء آخر يا سلامة يا سلامة رائز نعم وهذا على كل هذا معروف فيه رائز نعم وكان وكان وسميته ومما كان يذكره كثيراً في الشرح من العلماء كان يذكر أبا بكر ابن العربي كثيراً كما يفعل المحدثين لكن أحياناً تأتي مناسبات فيذكره أبا بكر ابن العربي الفقهة الفقهة المالكية نعم رائز شخناً كيف كان تعامل هؤلاء المشايح هو شخناً الأول الثاني مع الطلبة مع الطلبة نعم نعم موسيقى